بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة في الحبليات بنتكلم في الأول طائفة من الرهليات اللي هي طائفة الزواحف ريبتيليا وده اكزامبلز للكائنات اللي هي الريبتيليا اللي موجودة في الطبيعة الصفات العامة للزواحف معظم الزواحف حيوانات أرضية طبعا بينما بعضها يعيش في الماء مثل السلحفاه المائية أو الترتل وتتنفس عليها الهواء الجوي وتضع بيضها في حفر خاصة على اليابس موسم الفقص بتبدأ تطلع من البويدات وتنزل البحر الرحلة دي طبعا مصفة قصيرة لكن بتبقى محفوفة بالمخاطر لأن في حيوانات الجارحة بتبقى منستنى علشان تستضعها وهي تعتبر مصدر مصادر غزائها الجسم مغطى بقشور قرانية جافة من طبقة البشرة يبقى أنا عندي هنا قشور هورني سكيلز القشور دي كان فيه مثلا زي ما قلنا بلكده في الأسماء سايكولويد وكتينويد وبلاكويد اللي هي الجانويد والكوزمويد فهنا القشور الجديدة بيسموه هورني هورني سكيلز هرشيف قرانية موجودة طبعا في الربتيليا طبعا منشأها البشرة مع القليل من الغداد السطحية في غداد الغداد الفخذية التي تسموه الفيمور الجلاند والتي تنتج رائحة خاصة بكل نوع من أنواع الزواحف تشتمل الزواحف أيضا على صفائح عظمية رأسية مغمورة في طبقة الأدمة دي نقطة مهمة أوي إن في صفائح قطع من العظم كده موجودة في منطقة الأدمة زي التراكيب الهيكلية تقاوم فقدان الأدمة من الجسم وتساعد طبعا على المعيشة في مناطق الحارة وعلى الأسطح الأدمة الخشنة وتبقى برضو من وسائل حماياتها ضد الأعداء الطبعي تنتج الأصابع بمخالب قرانية يبقى عندها الكلوز مش النيلز وهي عبارة عن قشور برضو قرانية متحورة يبقى القشور الموجودة على سطح الجلد سيما عندك مثلا في النساء تحورت إلى أظافر هنا تحور إلى مخالب الهيكل المتعظم طبعا تماما مغطاء الجمجمة إما أن يكون مكتمل أو غير مكتمل الجمجمة تحتوي على لغمة قزالية واحدة زي طيور الفك اللي يسموه أكسيبتر كوندايل يعني مثلا لو أنا أقولك هنا اللي يسموه الفرم المجنم السقب الكبير اللي بيخرج منه اسمان الكورد هتلاقي هنا في قطعة كده وهنا قطعة كده ده اسمها لقمتان قزاليتان مثلا زي الإنسان أو السديات لكن في الطيور هتلاقي هتلاقي قطعة واحدة كده الموجودة اللي هي بسموه لقمة قزالية واحدة الفك السفلي يتكون من عظم عدد كبير من إيه من جلسهم نقسم منطقة المجمع إلى ثلاث غرف أمامية وخلفية ووسطى المجمع مش قطعة واحدة كده على طول ونبوب واحدة لا كده لا ده عبارة عن ثلاثة مناطق هتكون القلب من أربع حجرات جيب وريدي واثنين أزين واثنين بطين وبطين واحد اللي هو عندك أربع حجرات الجيب الوريدي حجرة واحدة واثنين وبطين والبطين هنا بيبقى بطين غير مكتمل فيه حاجز بيني غير مكتمل يعني أنا مثلا إيه هذا حجرة اتنين أزين واثنين بطين وفيه البطين ده يمكن يعني كامل لانقسام أو غير كامل انقسام فهو غير كامل فيحصل فيه مكس البلط يبقى أنا عندي فيه جيب وريدي وفيه اتنين أزين وفيه جيب أو فيه بطين احنا عندنا في الإنسان هتلاقي ده اتنين أزين واثنين بطين لأن فيه حصل في السليات عمون وطيور فيه حصل انفصال تام بين الجانب الأيمن للقلب والجانب الأيمن الجانب الأيصر والجانب الأيمن طيب يبقى فيه انتر فينتريكلر سيبتم حاجز بين الأزينين وحاجز ده غير مكتمل نقطة فهم أنه هنا الحاجز غير مكتمل لو بسيط على الماء القلب بتاع البراميات هتلاقي أن الحاجز ده مش موجود أساسا يبقى اتنين أزين وبطين وفيه جزع شرياني وفيه جيب وريدي لكن البطين هنا مقسوم مش مقسوم لجزئيا ولا كليا امتى انقسم جزئيا اهو يبقى عامل كده ده في الزواحف اتقسم كلية في البراميات وفي الطيور غير منقسم في البراميات اهو الحاجز ده غير كامل في معادة ايه في كل الزواحف غير كامل فعلا لكن معادة مين معادة تمسيح الكروكودايل فعندك هنا الأزين اللي هو البطين ده بدلا ما كان غير مكتمل لا ده أصبح ايه مكتمل حصل الحاجز ده أصبح يقسم الاتنين بطين عن بعضهم تماما حيث نقسم دماما الى ايه بطينين وده ايه الجزء اللي كان موجود طيب المواد الإخراجية للكلة عبارة عن حمض اليوريك يوريك أسيد شبه صلب اللي تحافظ على الماء لأنها تعيش طبعا في مناطق صحراوية حرة وبالتال يتقلل فقدان الماء بأي طريقة من الطرق التلقيح طالما مش في الماء بقى التلقيح ايه داخلي معظم الزواح في بيوضة يعني تضع البيض أوفي بارس ولكن بعضها ايه بيوضة ولودة أوفي فيفي بارس فيفي بارس يعني ولودة و أوفي بارس يعني بيوضة فبعضهم أوفي فيفي بارس يعني بيوضة ولودة تضع البيض وبعد ان تخذ البيض جواها تحافظ على الحد معيه يفقص وتطلع الجائنات المكتملة تخرج من جواها. يبقى في الحالة دي ما عندهاش رحم لكنها احتفظت بالبويضات جواها عشان من العداء الطبيعيين وبالتالي تبقى بيوضة وولودة. تركيب البيضات مناسب لنموع الارض زمانا لان فيها الاغشية الجنانية وضحط بقشرة تحمي الاجنة. من زحورة 350 مليون سنة نشأة الزواحف من مجموعة من البرميات طبعا. اسماك بعدها على طول البرميات تعيش على المية والارض وبعد كده تحور جزء من البرميات الى زواحف وبعدين جزء من زواحف لطيور وبعدين نشأة الثريات. وبالتالي تعتبر الزواحف هي اصل في نشأة طيور والثريات. الزواحف اول طائفة من ربعات الاقدام طبعا التي لها تركيب تناسب الحياة البرية تماما بما في ذلك الاغشية الجنانية والجلد الذي يونعاني الجفاف ويحافظ على نمو الجنين خارج جسم الام. بالنسبة لدرجة حرارة الزواحف فالزواحف مناسبة للعيش في الاماكن الدفعة. لكن بعض الانواع توجد في المناطق القطبية. لا تستطيع الزواحف الاحتفاظ بدرجة حرارة اعلى من درجة حرارة الوسط المحيط عن طريق انتاج حرارة من الداخل. ليه? يعني الزواحف لديها وسيلة داخلية للتحكم بدرجة حرارة جسمها. وبالتالي في درجة حرارة جسمها مرتبط بدرجة حرارة الوسط اللي هي عيشة فيها. يعني ده وسائل انها تحافظ على درجة حرارة جسمها او انها تكتسب حرارة من الايه? الوسط اللي هي عيشة فيها. الزواحف على اليابسة ممكنها ان تحافظ على درجة حرارة جسمها عالية وسبدة. عن طريق السلوك المناسب. ازاي? اختلاف درجة الصرفهم حيال مصدر الحرارة المتاع. عندما يكون الجو بارد مثلا. تتمدل الزواحف في الشمس او على السخور الدافئة عشان تمتصد ايه? الحرارة. وعندما يكون الجو بارد حرا تحتامل زواحف تحت ايه? الخضرة او في الشقوق او بعيدة عن ايه? الحرارة المباشرة الشمس المباشرة وبالتالي جسم الدرجة حرارة جسمها برضو ما يرتفعش ارتفاع علي فالسلوك وتصوي سلوك الزواحف هو اللي ممكن يقدر ان هي تحافظ على درجة حرارة جسمها ليس لها الية من داخلها جسمها انها تحافظ على درجة حرارة جسمها زي الثديات مثلا والطيور. ايضا تغير اللون في بعض الانواع يلعب ضرورا هاما في التحكم في درجة الايه? الحرارة. حيث يصبح لونها غامئ عندما تكون في حاجة لم تصاصل حرارة. ويصبح لونها فاتح طبعا لما تكون في حالة اني مش عايزة لدرجة حرارة فيحصل انعكاس. والمعروف لكل نوع من انواع الزواحف درجة حرارة مثل اوبتمام في المينمم وفي الماكسيمم في الاوبتمام اللي هو درجة الحرارة المثالية. وهذه الدرجة الحرارة التي اقل منها يصبح الحيوان عادي من النشاط. واعلى منها برضو ممكن يؤدي الى ان يحصل موت للحيوان مباشرة حيث انه لا توجد غرد ايه عرقية. فالعرق اللي بيطلع منك ده بيسائل على تلطيف درجة حرارة الجسمية. وبعد السحالة الصحراوية يكون الحد الاعلى درجة الحرارة حوالي اربعين درجة ماوية. اه وفي العادة يكون المعدل اعلى في الحيوانات النهرية عن الحيوانات الليلية. يعني لذا كنت الحيوانات بتنشط بالنهار يكون درجة الحرارة اعلى من اربعين. ولو كنا بتنشط بالنهار يكون اقل من اربعين. تختلف اه طريقة الزواحف في المحافظة عن درجة الحرارة زي ما احنا قلنا بالسلوك عن السريات حيث انها تعتمد اساسا على وجود مصدر حرارة خارجي. مثل ايه? الشمس طبعا. اكسر ايه طبعا اعتمادها على انتاج الحرارة اوفق اوفق دها داخليا عن طريق الجسم. انت ممكن ايه? التفاعلات اللي جواه جسمك كلام تساعد في زيادة درجة الحرارة. اه او انك عملية اللي هي سويتينج برضو تساعد في عملية فقدانك للحرارة في السريات كحيوان ثادي يعني. لكنها هي تختلف عن عن الايه? اه زي ما قلنا من ناحية الايه السلوك. ولذلك الزواحف تعرف بالحيوانات خارجية المحافظة على درجة الحرارة كسمها. بسموها اكتوثيرمك. لكن مثلا الثاديات بنسموها ايه? اندوثيرمك. يبقى الحيوان الثادي بيحافظ على درجة الحرارة كسمه من جوه. لكن الزواحف تحافظ على درجة حسمها من الوسط الخارجي بسموها اكتوثيرمك واندوثيرمك. المصطرحين طبعا دور مختلفين عن انك تقول ان ده اه بكل الثاديات دم بارد. والزاوات الدم الحارة الهاميو ثارمك. الانسان هم الثاديات دم الحار لاندرجة الحرارة كسمه سبتة باختلاف اه سواء اختلاف الوسط او مختلفش في درجة الحارة جسمه. سبع تأتي بنسبة برضو الزواحف دم البارد درجة الحاجة اسمها زي الزواحف زي البرميات فدرجة ان تحاجز مها بيتختلف درجة حرارتها على حسب الوسط اللي هي البرميات بكيلو ثارمك زوات الدم البارد. والاسماك برضو بكيلو ثارمك زوات الدم البارد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة